أهلا ومرحبا بكم من جديد لا يعد يوم الحادي والعشرين من أغسطس أب من كل عام أن يكون الذكرى أليمة في ذاكرة المقدسيين حيث شهدوا في هذا اليوم من العام 1969 جريمة حرق المسجد الأقصى التي ارتكبها الأسترالي اليهودي المتطرف مايكل دنيس روهن في ذلك اليوم اندلعت النيران في الجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد ما أدى إلى تدمير جميع محتوياته بما فيها منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي وكادت النيران أن تمتد إلى قبة المصلى الأثرية وحذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة من أن فصول جريمة إحراق المسجد الأقصى قبل خمسة وخمسين عاما لا تزال مستمرة بأشكال وأبعاد لا تقل خطورة على المساس برسالة وهوية المسجد الأقصى المبارك مشاهدين نناقش هذا الموضوع مع الدكتور محمود الشجروي أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين ينضم إلينا عبر سكايب مرحبا بك معنا دكتور محمود إياكم الله أهلا وسهلا بك معنا الذكرى الخامسة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى تأتي في أوج حملة يمينية متطرفة يهودية تستهدي في كل الأراضي الفلسطينية مقرنة تلك الاعتداءات الماضية مع ما يحصل اليوم يعني من حيث مستوى الخطورة ما الذي استجد برأيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى حريق المسجد الأقصى المبارك بدأ يوم 21.68 نعم لكنه لم يتوقف ما زال حريق المسجد الأقصى مشتعلا وما زال المسجد الأقصى يحترق منذ ذلك التاريخ بل إن المسجد الأقصى مبارك يحترق منذ اليوم الذي احتلت فيه مدينة القدس في يوم 7.6-67 لكن الحريق الفعلي الذي أقدم عليه النصراني الصهيوني المتصهين وهو ليس يهودي بالمناسبة مايكل دينس روهان ليس يهوديا ولكنه متصهين هذا الرجل الذي نسب إليه حرق المسجد الأقصى مبارك في يوم 21.8 ثم برأته حكومة الاحتلال على اعتبار عن الذيه مشاكل نفسية وقامت بتسفيره إلى بلده الأصلي أستراليا إنما يدل على أن هذا الرجل لا يمكن أن يقوم بـ 21 نقطة حريق في وقت واحد هذا ما حدث فعلا يوم 21.8 الأمر الذي يجعل كل عاقل في الدنيا يعلم أن وراء هذا الحريق الكبير يعني أجند الدولة وعدد كبير جدا من المتهمين وليس مايكل دينس روهان وحده وإن كان هو أصلا متهما وقد اعترف أنه حاول حريق المسجد الأقصى في أكثر من مرة ولكنه فشل وأما في ذلك اليوم فقد كان اليوم الذي يحرق فيه الشطر الشرقي من المسجد القبلي الأروقة الثلاثة الشرقية وأحرق منطقة المحراب والمنبر وكان فيما خسر المسلمون منبر نور الدين زنكي الذي عنشاه في مدينة حلب في عام 1168 قبل تحرير المسجد الأقصى بـ 20 سنة إن هذا المنبر بقي 20 سنة ينتظر تحرير القدس ثم حين فتح الله على صلاح الدين الأيوبي أمر بإحضاره من حلب فوضع في موضع خطبة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك في المسجد القبل الجامع وبقي في موضعه من ذلك التاريخ 1187 حتى أحرقه ذلك الأسترالي الصهيوني أو من شاركه في هذه الجريمة النكراء فكان مما أحرق في المسجد الأقصى المبارك الأروقة الثلاثة الشرقية وأسقفها الخشبية المروانية التي زائر المسجد الأقصى المبارك الآن يميز أن أسقف الأروقة الغربية ما زالت خشبية منقوشة ملونة وأما الأروقة الثلاثة الشرقية فهي إسمنتية ملبسة بالجبصين مزينة بالجبصين لكنها ليست خشبية كما كانت في العهد المرواني والعهد العباسي وكان فيما أحرق أيضا منبر نور الدين والذي يسمى منبر نور الدين ومنبر صلاح الدين لأن صلاح الدين هو الذي أحضره هذا المنبر الذي يعتبر تحفة إسلامية معمالية وبقي المسجد الأقصى دون منبر ووضع في موضعه منبر حديد موقع من عام 1969 حتى عام 1996 حتى أنجزت الحكومة الأردنية أعادت بناء المنبر من جديد وقام ببنائه خمسة من النجارين الإندونيشيين وتم تجميعه في جامعة البلقاء في عمان ثم نقل إلى القدس ووضع في مكانه في عام 2002 ومنذ ذلك التاريخ وأهلنا في القدس أيضا أعادوا تسميته بمنبر نور الدين ومنبر صلاح الدين الأيوب نعم ذلك الأسترالي الذي نصب إليه بأنه هو من قام بهذه الجريمة والاعتداءات وعملية الحرق كان مسيحيا نعم ولكن ما يشاع أنه يهودي متطرف عندما صني فعل أنه صهيوني يهودي وليس مسيحي هل هو للحد من عدم إدخال المسيحية في هذه الجريمة واستعداء المسلمين برأيك؟ طبعا أنا أريد أن أذكر إحصائية قامت بها مركز دراسات أمريكية عن الصهيونية بشكل عام أن اليهود من الصهاينة هم واحد إلى ثلاثين من غير اليهود يعني الصهاينة من غير اليهود هم أكثر بكثير من الصهاينة اليهود الصهاينة من المسيحيين ومن غيرهم من الذين يعني قد يكونوا مسلمين أيضا وهو مجوس ولا إندوس ولا من أصحاب الديانات الأخرى ولكنهم يحملون هذا الفكر الصهيوني المتطرف وكل الصهاينة في الدنيا الآن يخدمون اليهود يخدمون اليهود خدمة فائقة ولذلك الحديث عن الصهيونية واليهودية يكاد يكون أمران متلازمان أما مايكل دينوس روهان فهو ليس يهودي الدين لكنه صهيوني الفكر وهو من المتطرفين في خدمة اليهود ويكفي أن نعرف أن كل الرؤساء الأمريكيين بدون استثناء كلهم صهاينة وقد يكون هناك مسؤولون عرب على أعلى مستويات المسؤولية أو في أعلى درجات المسؤولية في بعض الدول العربية يحملون هذا الفكر الصهيوني ويخدمون الصهاينة كما كان مايكل دينوس روهان يخدم ترجمة نانسي قنقر